الصين تعود إلى ديناميكيتها في العلاقات الدولية بعد تجاوز جائحة كورونا ترسخ نفسها كلاعب عالمي مهم مستندة في ذلك إلى قوة اقتصادية هائلة وتطور عسكري واعد فيما تضبط العديد من دول العالم كبيرها وصغيرها بوصلتها تجاه الصين في هذا الإطار تأتي الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بكين والتي تتضمن وفقا لبيان صادر عن الإلزيه على ثلاثة محاور رئيسية هي القضايا الاستراتيجية والتعاون في مواجهة التحديات العالمية الكبرى والعلاقات الاقتصادية أوكرانيا ستكون الملف الأبرز على طاولة البحث خلال القمة الصينية الفرنسية والتي تعتزم باريس خلالها حص الصين على استخدام نفوذها لدى موسكو لإقناع روسيا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع كييف القمة الفرنسية الصينية تناقش أيضا الأزمات الدولية في الشرق الأوسط وأفريقيا والتوترات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بالإضافة إلى ملف العلاقات السنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات الرئيس الفرنسي استبقت زيارة بالإعلان أن رئيسة المفاوضية الأوروبية أورسولا فندرلاين سترافقه في جزء من برنامج الزيارة انطلاقا من مبدأ الوحدة الأوروبية الذي اعتبر أنه يمثل شرطا أساسيا لبناء شراكة متوازنة مع الصين في وقت تتصاعد فيه التحديات والتوترة الإقليمية والدولية والذي يتوجب معه أن تولي القارة العجوز أهمية قصوى وآفاق أوسع للشراكة الاستراتيجيات مع بكين